موسيقى احنا طلعنا بالـ 2012 وطلعنا من سوريا خوفي على ولادي وعلى زوجي ومعت فيه امان ولا فيه استقرار وصار فيه اشتباكات كتير مشان هيخفتنا وطلعنا موسيقى الشعر الاميركي كله انسانية ومحبة وشفناهم التلفزيونية وشفناهم المساير طبعهم المسير طبعهم محبّدهم إنا استقبالهم إنا العطف طبعهم لأولادنا هذا اللي حببنا بأميركا حببنا أن نطلع لأميركا أكيد نحنا نصدمنا يعني نحنا كنا متوقعين شيء متوقعين أن نطلع نحنا نلاقي هناك أمن وأمان وإنسانية واصلا نحنا بنشتغل تلاقي على الدعم النفسي والإنساني ونحنا تلاقي بحب أنا أقوله أن نحنا مسلمين ليسنا إرهابيين يعني دائماً بيقولولنا أنه أنتوا إرهابيين أنتوا مسلمين أكيد إرهابيين بس نحنا الإرهاب ما له دين نحنا أطفال يعني بيوصفونا كأنهم إرهابيين نحنا أطفال نحنا ما سوينا شيء يعني بيوصفوه بس الإرهابيين مو الشعب الأمة العربية كلها يعني بيوصفوهم نحنا بنا ندرس نحنا يعني مو جاي نحارب أو نتساوي إرهاب هني بأمريكا وهو يمكن خايف يعني إحنا الآن عنا خوف على من الاستقرار وهو عنا يخاف أنه يوم نسافر يوم لا نحط الطفل أنه بيتأثر يعني كلمة لاجئ صعبة عليه هل سمع؟